سلام عليكم معكم خالد احمل والنهاردة حالة اخبار جديدة هنتكلم فيها كده عن حاجة ممكن تعتبر مهمة جدا احنا اسمعوا عنها في الاسبوع اللي فات وهي بالنسبة للتسعير بتاعه فيه تقرير طلع من مجلة اقتصادية كبيرة زي والتقرير بتاعهم ده بالنسبة لتكلفة التصنيع بتاعة اللي من الممكن تخلينا يبقى عندنا زي نظرة كده على ايه هو السعر النهائي اللي احنا ممكن نشوفه للجهاز ده اللي تقال بالزبط ان تكلفة تصنيع هي ربعمية وخمسين دولار وعشان بس ان المفاهيم تكون واضحة بشكل كبير بالنسبة لتكلفة التصنيع مش معنا ان هما مسلا لو هيبيعوا الجهاز باخسارة يكونوا هيبيعوا اقل من ربعمية وخمسين دولار بيع باخسارة ان هما ممكن يخصموا تكاليف المفروض انها تضاف على السعر زي مسلا تكاليف التوزيع تكاليف التخزين التسويق حاجات كتيرة جدا ممكن تضاف فوق الربعمية وخمسين دولار ممكن ما يحسبوش جزء منها والجهاز يوصل سعره الخمسمية دولار برضو ويبقى اسموه ان هما بيبيعوا باخسارة ده نفس اللي حصل مع بلاي ساشن فور اللي كان مفروض تكاليف التصنيع تلتمية وتمانين او تلتمية وتسعين دولار وكان بيبيع بربعمية فمش معروف هل من الممكن ان سوني انها تلجأ لاستخدام نفس الموضوع ده التاني ولا ان هما ممكن يبيعوا باخسارة ولا ايه بالزبط لكن من التقرير ده في برضو حاجات ممكن تكون مهمة جدا اتقالت ان سوني في بعض المميزات اللي هما كانوا عايزين يحطوها زي كاميرا على سبيل المثال في مميزات هما شافوا ان اموك ما تكونش لها لازمة اتشالت من الجهاز وحصل استثمار اكتر في حاجات ممكن تكون اهم زي التبريد على سبيل المثال وان هما ما يتكراروش نفس المشكلة الموجودة في البلاي ساشن فور في الوقت الحالي اللي هي الصوت العالي جدا للمروحة اللي ان مروحة الجهاز بتعتمد على شفط الهوى وطرده كان فيه زي تيربو موجود جوا الجهاز وطبعا غير كده هما هيستخدموا معالجات ممكن تكون درجة الحرارة بتاعتها اللي بتوصلها بتكون عالية فاكيد لازم يكون فيه تبريد بشكل يناسب طبيعة الجهاز نروح بقى الخبر تاني مختلف وهو بالنسبة لانسم وانسم من بعد لما احنا سبناها فترة طويلة جدا ما بنتكلمش عن اي اخبار لها رجعوا بايا وير من خلال المدولة الخاصة بهم واعلنوا عن ان هم في الوقت الحالي بيعملوا اعادة تصميم واعادة تطوير لافكار اللعبة والجيم بلاي بتاعها من اول وجديد ودي حاجة كانوا اساسا ومعادين بها من فترة وهينتج عنها ان اي محتويات جديدة يعني ده لو في محتويات ممكن تكون مؤثرة يعني اللعبة مش هتتضف خلال الفترة اللي جاية بحيث ان هم يركزوا بشكل كبير على تطوير اللعبة واعادة تصميم الجيم بلاي انا شخصيا مش خكرة خالص ان انا اشوف انسم بالشكل اللي شديني شخصيا في اول تريلر اتعرض لها انا فعلا انا عاود اشوف انسم ممكن تكون لعبة نجحة لعبة ممكن تكون ممتعة فيها محتوى فيها الجيم بلاي ممكن يكون اه كويس واتمنى من كل قلبي ان انا اشوف السيناريو بتاع فاينل فانسي فورتين بكارر تاني فاينل فانسي فورتين من الالعاب الاي مو هول الاول ما رزلت كانت سيئة جدا لكن حاليا من بعد لما تعمل لها عادة تصميم اعتقد انها ممكن تكون من انجح اللي بتتلاقي في الوقت الحالي بس اتمنى من كل قلبي ان حاجة زي كده ما تتكررش تاني مش حاجة حلوة ان احنا كل شوية نلاقي لعبة نزلة تبقى عبارة عن لعبة بستين دولار عشان الناس يعملو لها بيتا تاست اتمنى ان حاجة زي كده بتحصلش تاني ونشوف رايحين لفين خصوصا ان في تعليق من شخص كان شغال معاهم هنتكلم عنه بعد شوية وكان التعليق ده مهم جدا نروح بقى وفي الفترة فات كان في حجمه ضخم جدا من خلال ده كان نظهر فيه تلمحات ممكن تكون بشكل مباشر المفروض ان هو هيتضاف ومن خلال بقى عملية ودعباسة في الملفات تاعة الابديت ده واضح بشكل كبير ان فيه فعلا جيم موض باتل رويال في ناس قدروا ان هم يفتحوه بشكل موك يكون مبدئي يشوفوا مسلا يشوفوا مسلا يشوفوا مسلا والكلام ده ولقوا معلومات كتيرة جدا عن الاسلحة سيكون جوا باتل رويال وبالاضافة طبعا للقواعد الخاصة بالجيم موض ده ده بالاضافة ان في معلومة تانية ممكن تكون مهمة وهي ان الجيم موض ده هيكون مجاني اه لو حد ما عندوش لعبة زي موضن وورفير ممكن يجرب الباتل رويال بتاعها اللي هو هيبقى اسمه وورزون دي اضافة طبعا هتكون كبيرة جدا ومهمة بالنسبة لموضن وورفير في الوقت الحالي انا شخصيا بلعب اللعبة من حين لاخر وبشكل يومي ممكن اخطف لي جيم جيمين او حاجة زي كده وانا زي ما كنت قلت لكم في الفيديوهات بتاعة العاب السنة ممكن يكون مستمتع شوية باللعبة وده على رغم من المشاكل اللي موجودة في المحتوى الاساسي بس هم بازلين مجود كويس واحترم في المحتويات اللي بتتقدم من خلال التحديثات ومن خلال السيزنز تاعة اللعبة سواء اسلحة او خرايط او جيم موض لكن الاحجام الخاصة بالابديت نفسها حاجة ممكن تكون مستفزة جدا. اخر ابديت على عندي كان سبعين جيجا واعتقد كان خمسين او ستين جيجا على ودي احكام يعني العاب كاملة وبعيدة بقى حتة الكوترة تاعة الانترنت اللي بيروح منها جزء جدا على تحديث للعبة واحدة اه هو فيه طبعا مساحات فيه مساحات مفروض الابديتز دي بتاخدها وانت بتنزلها حتى لو مسلا هي بتبدل ملفات بملفات وكده واللعبة حجمها يفضل زي ما هو في الاخر بس برضو حاجة زي كده ما كانتش مقابولة وانفينيتي وورد ردوا على حاجة زي دي وبيوعدوا ان اللي هتنزل في المستقبل هتكون حجمها ممكن تكون قليل فلما نشوف حاجة زي كده هتحصل على سيرة او ممكن وبال محتويات الاضافية برضو اه بالنسبة لعبة فيه اعلان عن الاضافة الجديدة للعبة والاضافة دي بقى مش اضافة صغيرة ده عبارة عن هيضاف للعبة واسمه واضح جدا وبشكل بديه من اسم بتاعه ان احنا هنرجع لنيويورك اللي كانت موجودة في الجزء الاولاني وده من خلال الجزء الجنوبي منها الاضافة دي طبعا هتقدم حاجات كتيرة جدا سواء بهم هم مثل القصة والقصة ممكن تكون اول مرة بشوف ان هم بيعرضوا بشكل مباشر حاجة ليه علاقة باللور وان فيه مين فيلن اللي ما كانش ظهر اساسا في الجزء الاولاني او في الجزء التاني وقت ما نازل وبيخلوك انك انت بتواجهه وبتواجه الناس اللي حواليه بشكل مباشر بس اه مش عارف بقى القصة يكون وضعها ايه من ناحية اه انها كقصة من الاخر لكن فيه وعود بحاجات تانية كتير جدا ممكن تكون مهمة بالنسبة للجيم بلاي من ناحية تغيير نظام اللوت تغيير نظام الجير ساتس وحاجات كتيرة هتتضاف وانما نشوف هل الاضافة دي من الممكن انها تقدم حاجة ممكن تكون كبيرة ولا هم وعدين بحاجات كتيرة جدا من خلال اعلان عنها وبالنسبة بقى اللعبة لوتر تانية تم الاعلان عنها من فترة وهي اللعبة من ناشر سكوير انكس وستوديو بيبل كان فلاي وهي اسمها اوترايدرز اللعبة دي انا مش فاكر بالضبط تم الاعلان عنها امتى هل في الجيمز كوم اللي فات ولا الاحتفالية تاعة بس مهم هي طلعت لعبة لوتر في الاخر اه اللعبة كوب ما بين تلات اشخاص وانا واحد من الناس اللي مش بحب ان انا احكم على حاجة بشكل كامل من اول مرة بشوف الجيم بلاي بتاعها انا شايف قدامي حاجة ممكن تكون مميلة شوية ومش ده اللي انا ممكن اكون مستنيه من استوديو زي بيبل كان فلاي على رغم ان فيه تقارير بتقول ان الناس اللي اسسين الاستوديو والاشتغل على الالعاب اللي فاتت مش موجودين حاليا في الاستوديو ده وناس جديدة اللي بيعملوا اللعبة دي اه اللعبة شكلها جدا شكلها تقليدي جدا ده غير ان على جانب تاني هما بيوعدوا ان اللعبة دي هتكون محتوى كامل اول ما تنزل لان هما تقريبا عارفين كويس جدا لما يخاوه في ناحية الالعاب اللوترز اللي هي بتنزل بنظام او حد ادنى من قيمة المنتج نفسه وبعد كده بيصلحوه بيضفوه حاجات اه تزبطوا مع الوقت زي ما حصل مع داستني او حصل مع لكن لما نشوف اللعبة دي هتقدم ايه في الاخر هي لعبة مفروض انها تنزل للجيل الحالي كمان وشكلها ما يدلش على انها لعبة جيل جديد الصراحة الخبر بعد كده حاجة ليه علاقة زي ما كنت قلت لكم من شوية وحاجة دي ممكن تكون مهمة جدا بعض المخرجين اللي كانوا شغالين في وكانوا ليون دور كبير جدا في تطوير الارعاب مثلا على سبيل المثال اللي هو اشتغل كمصمم على اغلب الارعاب الشركة اساسه استيديو جديد والستيديو ده اسمه وانضم ليون في الاسبوع اللي فات واحد برضو من الاعمدة الاساسية اللي كانوا موجودين في والبالمناسبة هو اشتغل شهر على اغلب سمه وبعد كده ماشي اه وهو درو كارباشن درو كارباشن واحد من اهم كتاب القصص للفيديو جيمز وكتب القصص بتاعت مسلا اه بولدر جيتز اه اه وبالاضافة طبعا وكتب كتب اصلا اه قصص ممكن تكون مهمة جدا وهو قال ان مع انضمامه للستيديو الجديد ده هو السبب ان هو ماشي من مرتين تقريبا لحد دلوقتي انه شايف ان الشركة بقت قوي زيادة عن اللي زوم بيدوروا على المكسب او على الماديات اكتر من ان هما يعملوا فيديو جيمز ودي حاجة ما كانتش مرايحة وتسببت في حاجة زي كده ان هو يمشي من فدي اشارة منه الحاجة ممكن تكون مهمة جدا لوضع وليه هما بيمروا بحالة ممكن تكون صعبة شوية من ناحية تطوير الالعاب بتاعتهم خصوصا في الجيل الحالي وصحفي ومنتج زي جاف كيلي طبعا اغلابكم عارفين واعلن عن حاجة ممكن تكون مهمة جدا ودي حاجة تخلينا عندنا اسئلة عن وضع اسري اللي جاي ووضع اسري اصلا في المستقبل جاف كيلي بقاله اكتر من 22 سنة لحد دلوقتي بيحضر اسري وبيقدم دايما من خلال اسري مقابلات كتيرة جدا ومؤخرا عمل حاجة انا شخصيا من اكتر حاجات اللي انا بستناها عشان اتفرج عليها هي المقابلات مع المطورين في حاجة اسماها اسري كوليسيوم وكانت حاجة زي اسري كوليسيوم كانت ممتازة في ان انا اشوف مسلا مطور بيعلن عن لعبته في المؤتمر بتاع السوني او في المؤتمر بتاع مايكروسوفت او اي مؤتمر تاني ويجي بقى في مقابلة مع جاف كيلي ويقضي يتكلمه مع بعض عن اللعبة دي بتقدمه ويده تفاصيل اكتر دي حاجة انا شخصيا كنت بنتظره من سنة للسنة وللاسف مش هتكون موجودة السنة دي تم الاعلان عن جدا من خلال السيزن الجديد بتاع اللي هيبقى اسمه وتالت عربي بيتم اضافته في اللعبة وده من بعد اللي كانوا من المغرب زي قائد ونومد والجديد اللي هو اللي هيكون من الاردن وده هيكون على جنب المدافعين وعلى النحية التانية من جنب المهاجمين من هولندا اسمها اي حد بلعب في الوقت الحالي ممكن يكون مستغرب من الوضع ان هم بيروخوا نحية حاجات ممكن تكون شوية معين ممكن يكون لها تطبيقات عسكرية ممكن تكون بحت التجربة في الوقت الحالي مش حاجة ممكن يكون بيستخدم على طول لكن كان ممكن يكون غريب شوية بالنسبة لي ان هو من الاخر شخص ضخم جدا مركب تاني ما مش عارف عمدان خرصانة في ايده ده ما لاني الزبط وبيخش في الحيطان ويتكسرها هو من ناحية هو مفيد جدا بس فكرة عميل قوات خاصة بمكافحة ارهاب دولي بيعمل حاجة زي كده كانت غريبة شوية بالنسبة لي ان هو من الاخر والتانية عاملة زي سوزان ستورب حسوا ان هم عاملوا زي مع مارفل عرضوا تقرير المالي الخاص بهم في الفترة اللي فاتت واكدوا من خلال التقرير ده ان هم اشغالين على اربع حاجات مهمين جدا بالنسبة للاستيديو اول حاجة طبعا الخاصة والواحدة منهم اللي هتربط اللعبة وبعد كده جانب للعبة لوحدة تقريبا من اكتر الالعاب المجانية اللي فتلعب في العالم ودي مفروض انها تنزل السنة دي على بعد كده قالوا ان في لعبة غير معلن عنها دخلت في مرحلة ما قبل الانتاج في الوقت الحالي بالاضافة اللعبة اسمها ودي لعبة بنظام خدمي فهم شغالين على اكتر من جانب اه في الوقت الحالي بس متأكدش بقى المشروع الغير معلن عنه ده هيكون طبيعته ايه اتمنى يعني 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 اتمنى من بعد لما انتم ربطوا مفروض انها ترجع باي شكل ومن يوم سبعة عشرين فبراير اللي جاي لحد يوم واحد مارس هيكون في زي معرض سنوي بتقدم الفيديو جيمز اسمو باكس ايست والمعرض ده تم التأكيد من خلاله ان هيكون في ديمو مدته ساعة متاح للعب للجمهور من لعبة طبعا ده الجافة خلال الفترة اللي فاتت مع بداية ممكن تكون خفيفة شوية بالنسبة للدعاية بتاعت اللعبة من خلال صور فنية جديدة والتأكيد على وجود الديمو انهم وعرضوا طبعا للنسخ الخاصة من اللعبة وهي الخبر بعد كده ممكن يكون مهم شوية بالنسبة لسلسلة نيت فور سبيد انا شخصيا ما جربت شنيت فور سبيد هيت نزلة السنة اللي فاتت عرغم ان انا سمعت الكلام ايجابي شوية عنها ولكن اي اي عملت حاجة ممكن تكون اا كبيرة وانه هما نقلوا تطوير السلسلة من اا اللي هما اشتغلوا على الاجزاء اللي فاتت من الفين وخمستاشر لكارتيريون جيمز كارتيريون كان المفروض انه هما ستيديو مساعد واشتغل اخر حاجة بشكل مساعد عليها لعبة ستار وورز باتل فرانتو على الجانب بالتحديد وطبعا تاريخهم معروف مع سلسلة زي برناوت وفي لعبة كان مفروض انها كانت تنزل السنة دي ولكن اللعبة دي من ساعة اخر جيم بلاي تعرض منها وفي سكوت تام عن عملية تطويرها ماشي ازاي وايه اللي يتقدم وايه اللي ممكن نستنى منها وهي في تقارير طلعت عن اللعبة دي في خلال الفترة الفانية تقارير ممكن تكون اا تزعل اي حد لو هو منتظر اللعبة دي وحقيقة انا شخصيا كنت منتظرها بس ما كنتش لاقي اي معلومات كتير بتتقدموا الاستوديو اللي بيعملها ساكت بشكل كبير والتقارير دي بتقول ان فريق تطوير اللعبة اغلبه مشي من الاستوديو في الوقت الحالي واللعبة تطويرها ممكن يكون واقف فدي اشارة ممكن تكون سلبية بشكل كبير جدا لوضع اللعبة وان من ممكن يكون تطويرها مش هيكمل او حتى لو هيتم توظيف ناس جديدة طب الناس اللي دي ما كان شغالين عليه وضعوا ايه? لحد دلوقتي وضع فيه واضح جدا انه هو مضطرب من ساعة اصلا لما ابتدوا ان هم يشتغل عليها واخر خبر ان نتكلم عنه هو بالنسبة لكوانتك دريم اه في تأكيد منهم على ان الالعاب اللي جاية منهم في الفترة اللي جاية مش هيكون في تعاون بينهم وبين اي اه شركة تانية في عملية نشرها هم هينشروا الالعاب بتاعاتهم بنفسهم ولما نشوف اه والناس اللي معاه اه نوين يقدموا ايه في خلال الفترة اللي جاية وانا اتوقع ان ممكن تكون عندهم مشاريع صغيرة ومش بحجم اللي احنا شفناه مع سوني واعتقد ان شركة زي تانسنت برضو استثمروا في الستيديو ده ولا ما نشوف بقى ايه الخطوات اللي جاية منهم بس اتمنى يكون فيديو ده عجبكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسابسكرايب واشوفكم فيديو جديد